طب تعالوا نشوف مين اللي تكلم عن ياسر إبراهيم عشان نشوف القصة دي بدأت منين وهنتناول معكم بعض الإعلاميين اللي لهم كل التأدير والاحترام على المستوى الشخصي لكن ما يتعلق بالنادي الأهلي وما يخص النادي الأهلي الخبر المغلوط المؤلف هنقف عنده بشكل كبير جدا وتعالوا نشوف أول فيديو معنا للكابتن أحمد حسام ميدو وبيتحدث عن ياسر إبراهيم غيابات الأهلي الأهلي عنده غيابات بعضها للإصابة بعضها فني وقرارات فنية لكولر ياسر إبراهيم لأسباب فنية الرجل مش مختنع بيه واضح انك أول ماتش في الدوري وماتشاط الفاتت ما بتاخدش العيب مش مختنع بيه في التمرين فيرسيتاو طبعا لسه نجعل التدريبات الجامعية هو ده الاستنتاج بقى اللي أنا بتكلم فيه كابتن ميدو المفترض لعيب كورة ولعيب على مستويات كبيرة في الدوريات الأوروبية يمكن ماكملش بشكل كبير واعتزل عند 29-30 سنة لأسباب متعلقة بكابتن ميدو لكن المفترض كابتن ميدو العيب عنده خبرات كبيرة جدا يبقى عارف ان دي بداية موسم ما ينفعش تطلع من لعب كرة كبير يجي يقول ان ياسر إبراهيم مش موجود في أول ماتشين فإذا الراجل مش مقتنع بياسر إبراهيم طب ودلوقتي غير قناعته دلوقتي ياسر إبراهيم موجود في القائمة الطبيعة ايه على كلامك وعلى استنتاجك انه غير قناعته ده بيؤكد يا جماعة ان الكابتن ميدو اول واحد عندنا في قصة ياسر إبراهيم ما كانش عنده المعلومة فاكتهد فتوقع فتوقعه طلع خاطئ وهنا احنا بنتكلم بحسن النواية احنا مرحناش ابدا لسوق نية حتى هذه اللحظة بنتكلم بيا فارس حسن النواية حسن النواية ماشي ماشي يا حسن النواية عشان اول حلقة في المصر احنا هتلقونا بقى معاكم فقرة سبتة دايما بنرد فيها على الاخبار الكاذبة هنا يعني نتمنى البعض ما يخسرش مصدقيته مع الناس ويلحق نفسه بدري بدري ما يبضلش على حسن النواية كتير ننزل بقى بالخبر ده لان معانا خبر برضو عن ياسر إبراهيم كان بيتكلم في نفس الفكرة وبيقول ان ياسر إبراهيم عنده مشكلة دفاعية الخبر بيقول ايه عبر كورة بلس مدرب الاهلي لياسر إبراهيم سأستعين بتلت مدافعين فقط هذا الموسم ادي جامد وانت لست منهم هذا الموسم وانت لست منهم مفيش حتة تطلع بره أنا عجبني سورة ياسر إبراهيم ومختارينها لا اللي هو ليه هو فيه مدرب يعني ممكن يتكلم مع حد ان انا خلال الموسم بالكامل هستعين بتلت مدافعين بس وانت مش منهم يا جماعة بالراحة بس يعني واحدة واحدة نعيف خد انذار اقاف اصابة لقدر الله لا هم تلاتة انا ليه تلات مدافعين يا عالم ياسر هلعب انا بعد كده بشد حسين هو الرابع يعني هرجع شد حسين جماعة واحدة 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 عشان الامور لما بتبقى حتى مفيش مشكلة يكون التعقيم ياسر إبراهيم خارج القايمة في مباراة ياسر إبراهيم موقفه ياسعى نحسن موقفه ده كلام بيتألف العالم كله في الكورة انما مفيش حاجة اسمها انا هستعين بتلت مدافعين بس وانت كمان مش هدوقع منهم لا وحتى لو فيه ترتيبة فارس ممكن يكون منطق يعني ممكن فيه مدير فني بيقعد مع بعض اللاعبين يقول له انت عندي رقم واحد في مركزي انت سنين في مركز وحصلت مع وليد كابتن وليس سليمان وهنا حتى في مصر حصلت مع وليد سليمان وحصلت مع شريف إكرامي سواء مارتن يول او ريني فيلر مارتن يول قال في فترة من الفترات للكابتن وليد سليمان انت رقم ثلاثة عمل ايه كابتن وليس سليمان اول الخبر مطلعش برا اجتهد واصبح رقم واحد الكابتن شريف إكرامي جاء مع ريني فيلر وكان شايف ريني فيلر ان كابتن شريف مش مركز وكتب خطاب انه خلاص انا علاقته 31 يناير مع الناد لها لي فقال له انت خلاص انت عندي رقم اربعة هعمل ايه بالقصة دي فبتحصل ساعات ان انت ترتب اللاعبين لكن طوله انت مش معايا خلال المسلم طبعا ما تدرب انها احسن يعني انا مش يتخيل الله يا اسامي بس خلاص رحنا قصة ياسي ابراهيم وشفته مثال لازاي تناول لعب خارج القايمة طب اللي جوه بقى اكيد بقى اللي جوه ده دنيته كده عينب ده مرضى عنه وانت موجود جوه وبتلعب اساسي يا عم مع كولر اللي لما بيجي اول مسم يقولك انت مش معايا لاخر المسم يعني انت بقى لو جوه ده انت كده خلاص عدد طب حتى اللي جوه يعني سلم لا يعني محد السابه برضو نطلع نسمع كابتن محمد فاروق هو بيتكلم عن برونو صافي بالنسبة ليه موقف الشحات شحات مختفي تماما عن المشاركة مع النادي الالي في الماتشين اللي فاتوا برضو فيه استفسار من اللعب من عدم مشاركته بشكل اساسي وان كان طبعا لسه بدري على الاستفسار ده لسه موسم طوين من الكنماتشين ولسه ما ابتداش الدوري الممتاز لسه يبتد ان شاء الله بداية من يوم الاربع بمباراة النادي الاهلي مع نادي الاسماعيلي والتالي لسه الموسم طويل لكن بيستفسر طبعا حسين الشحات انه اللي ما بيلعبش هنشوف برضو بالنسبة لموقف حسين الشحات السنة دي هيكون عامل ازاي نتمنى ان شاء الله يرجع لمستوى الطبيعي لانه من واحد من اللعب المميزة والمهمة لكن ممكن في وقت موقع تلعب طبيعي يبعد عن المستوى لكن ان شاء الله يرجع لمستوى الطبيعي يا حسين الشحات كابتن محمد فاروق بيطبق نظرية كهرباء على الهادي يا زبادي اللي هو ايه انا بقى مش هروح لخبر اديك بقى حاجة لو انت تروح ماسك فيها على طول زق كده يعني في وسط الاخبار زق كده حسين الشحات مالو حسين الشحات طبع الحمد لله ده ما تقلوش انت بره خالص ده راح كده بس يا جماعنا موجود ولا حلعب اساسي ولا ايه حسين الشحات يا جماعة لعب كان مصاب حوالي اربع شهور بدأ يدخل الفريق هل بيخرج بره القيمة لا ده بالعكس كولر بالنسبة لنا ابدأ قناعات فنية بحسين الشحات تعال انت من البداية معايا طب ايه هتبدأ تاخد بديل فماتش ايه الاتحاد المنستيري يعني ماتش مهم جدا وينزل حسين الشحات ويكسام في هدف تم إلغاؤه فحسين الشحات موجود تخيل حسين الشحات اللي طبيعي في العالم كله لعب بقى لاربع شهور ما بلعبش هيروح جاي الكولر يا عم كولر بلعبش اساسي ليه فيه كده يا جماعة في الدنيا ابدأ حسين الشحات مع اسر ابراهيم مع فلان مع فلان مع فلان اعمل حالة في الفرقة غير طبيعية يا جماعة خدوا نفسكم يا كابتن محمد فاروق الخبر جالك الله أعلم مصدره إيه لأنه المصادر كتير جدا فلتر فكر هل ده خبر طبيعي انت راجل لعيب كورة منطقي بالنسبة لك ولا جماعة إيه اللي انتو جايب نقولي ده عسين الشحات إيه اللي حيطلع يسأل عن مشاركة اساسي والناس لسه ملعبتش ولا ماتش في الدورة ده هم ماتشين في أفريقيا كان وقتها ونزل شارك في مباراة من نعم وراجل أربع شهور بعيد يعني انتو عايزين نتلعقول خبر بالشكل ده لا كابتن محمد فاروق عشر على عشر يا ابني ادي الخبر احنا نمشي دي عشان احنا قلنا حسن ناية دي حسن ناية اه عاصلين تلقى نمشي هل تصبط له خبر جالك ومشي خبر إيه اللي جالك اعندك اتنين حسن ناية اه كده ناخد تلاتة حسن ناية بس ده تبقى تلاتة في واحد موضوع بقى زياد طارق وموضوع محمد محمود يعني كأن زياد طارق ومحمد محمود في كل فرق الدوري في كل العيبة الدوري هم فقط لغير اللي تم استبعادهم من اول مبراطين يعني ما خدناش ان الموسم طويل لا لا زياد طارق ازاي ينزل قطاع الناشيين محمد محمود ازاي ينزل قطاع الناشيين وهاتلي يا ابني عندك يعني وكيل محمد محمود تليفونات هنا وتليفونات هنا طبعا له كل التأدير والاحترام انه بيقوم بشغله وبيحترم كان اسمه النادي الاهلي واكيد حريص على يعني لعبه محمد محمود والكابتن نادر شاوي لكن القصة كلها ان ليه كم الاهتمام ده بلعب النادي الاهلي فقط لغير طب ما فيه لعيبة تانية كبات فرق اخرى بدون اندية دلوقتي فيه لعيبة تمردت على ناديها واستبعدت من التدريبات ومحدش بيتكلم فيه لعيبة عايزة تجدد عقدها بارقام مبلغ فيها ومحدش بيتكلم بيرستاو فاكرين بيرستاو السنة اللي فاتت وازاي النادي الاهلي يجيب لعب من غير ما يعمل كشف طب عليه فيه اندية جابت لعيبة محترفين حاليا مصابين ليه محدش بيتكلم لان مش هينفعوا يتكلم هم يتكلموا فقط لغير عن النادي الاهلي يمكن هم شايفين ان النادي الاهلي الاكثر شعبية وبالتالي الحديث عن النادي الاهلي هيعمل لنا مشاهدات وهيخلي لبرنامج ممكن يجيله اعلانات طب هنتكلم عن النادي الاهلي بالاجاب ما احنا مش هنعرف نعملها طب نعمل ايه نتكلم عن النادي الاهلي بالسلب لدرجة ان احنا ممكن نكرر الخبر اكتر من مرة الكابتن محمد فاروق بتاريخ 17 اكتوبر وبتاريخ 19 اكتوبر بيستعرض نفس الخبر كأنه ممرش عليه جديد يعني احنا يا جماعة ندناهي النهاردة اوالله الاخبار قليلا شوي هاتلي يابني بخبر زياد طريق محمد محمود دخلولي فنحن نشوف الفيديو اللي اتكرر في يومين الخبر بيتقال على يومين 17 و19 تعريبا كان حد وثلاث نشوف الفيديو ونرجع معك محمد محمود وزياد طارق حتى الان كولر نصمم على عدم تواجدهم في التدريبات الجامعية وانهم يتمرنوا مع فريق الشباب في النادي الاهلي وان كان طبعا كان في بعض العروض جاء لهم بالاخص فيوتشر ولكن النادي الاهلي رفض على امل ان يكملوا مع المدير الفاني لكن ده ما حصلش مدير الفاني خلاص مركز مع المجموعة اللي معاه والشكل اللي معاه رفض كولر بوجود زياد طارق وايضا محمد محمود في الفريق والتدريبات الرجل مشر جدا على الوضع ده انه هو كمان عايز ينزلهم لفريق 2001 يتمرنوا معاه ولكن طبعا حاجة هتبقى نفسيا للاثنين اللعيبة مش حالو وان كان طبعا ده الطارق بمستوى اللي ظهر به مع النادي اهل المسلم الجاي يعني الرجل برضو يعني شاب وظهر بمستوى جيد والناس اتكلمت عليه احنا نديله بقى يعني ده فكرة انت تحاول تديله تحاول تخليه رجله في الملعب يعني نفسيته كمان تعليها عشان ده يعني برضو موهبة وعدة جاية في الطريق النادي الآلي يستفد منها محمد محمود برضو لعيب كويس جدا اصابته ممكن بعدته فترة طويلة لكن برضو تحاول تييبه ما تحاولش ان انت لما تنزل لعيب بيلعب في الفريق اول او ناشئ تلعب الفريق اول وظهر بشكل كويس تروح منزله كده تاني بتأثر على نفسيته يعني مليون في المين الله ايه انا بعتذر جدا للكابتن محمد فاروق التواريخ ما تلعيتش حد وثلاث هي طلعت اتنين واربع فهو شغال اتنين واربع على زياد طارق ومحمد محمود يعني نشوف بقى الاتنين الجاي والاربع يشتغل على برضو زياد طارق ومحمد محمود ولا ممكن يغير ويروح لحسين الشحات وبرونو سافيو يعني عشان نبقى فاهمين هو شغال اتنين واربع ايه بالزبط طيب عندك حد وثلاث ينفع تاخد لعيبة تانية كابتن فاروق كابتن فاروق تعبان جدا جدا لنفسية محمد محمود ونفسية زياد طارق وكأن اللعيبة طلعت تشتكت من اول الاستبعاد كده بالمناسبة الكابتن نادر شوقي وكيل الكابتن محمد محمود اتكلم وقال احنا ما عندناش ادنى مشكلة ان محمد محمود ينزل يلعب في قطاع الناشئين ومعنديش ادنى مشكلة ان محمد محمود يتم استبعاده فترة من المباريات وهنوعد نتكلم مع كلر لان نفهم القصة يقل نقصه ايه المهم ان قطاع الناشئين حاليا او اتحاد القرى حاليا اصبح لا يسمح باللعيبة الكبار تنزل تشارف في قطاع الناشئين فهنا القصة باختصار شديد طيب فيه قناعات بمدير فني عنده قناعات بلعبين وعنده قناعات بلعبين اخرى او قناعات قليلة بلعبين اخرين ده شيء طبيعي جدا بيحصل في كل دوريات العالم بيحصل في كل يعني اندية العالم في النهاية ركز على اللي موجود لكن حتى انت لما بتركز على الموجود بتركز على الموجود بالاخبار السلبية اللي هو ايه هنجيب اللي بيتم استبعاده طب ما نفايتش معنا اتنين واربع ايه بحده وثلاث ندخل في حسين الشحات اللي موجود طب ما نفايتش ناخد بقى السابت والخميس معنفاضين فنقوم واخدين برون سابتو اللي بيشارك وكذا طبعا موضوع صعب جدا ومش اول مرة نجيب الكابتن محمد فاروق معنا هنا في البرنامج ويبدو انه مصر انه يكون ضيف معنا طول الوقت بالاخبار دي بحسن النائي عندنا بقى مهيب عبدالهادي وعلى نفس التكرار بص يا جماعة كل ده في كام احنا لسه بسم الله الرحمن الرحيم اسبوع الاول متدوري ده وتخيل كل ده بيتعامل مع الندي الالف الاسبوع الاول متدوري تاك انزل ما تخليش حد في النادي الالي يقدر يشم نفسه هنحوطك بكل شكل اخباري نطلع ونشوف مهيب عبدالهادي كام بيقول ايه قررت ادارة الكرة بالنادي الاهلي مراجعة كل العقود كافة عقود اللعيبة في النادي الاهلي وده بعد طبعا معالم مسؤولي او علم مسؤولي النادي بوجود اغراءات مالية كبيرة لاربعة من نجوم الفريق للرحيم لفرق في الدوري او فرقتين بالاخص في الدوري فرقتين في الدوري الممتاز يعني كويس ان انت تأمن لعبتك وتحرك من بدري تبقى عارف طبعا النادي الاهلي عنده يعني لعيبة مهمة جدا وتصنع الفارق لكن مش موجودة في الصورة عندك محمد محمود النهاردة وزياد طارق نزلوا التمرين عندك ميسي محمد محمود وزياد طارق يلعبوا يعني تلات لعبا يلعبوا طيب يبدو ليك طب ما الراجل بيقول تجديد عقود او مراجعة عقود يا جماعة عقود ايه اللي بتتراجع مع بداية الدوري يعني انت كان عندك فترة انتقالات قبلها اه ممكن جددت حفظت على لعبين لعبين طلعت عشان بعض الاندية عايزة تاخدهم الحقيقة اندية هتاخد ايه يعني اندية ايه احنا عندنا فترة انتقالات في يناير وانت لسه في الاسبوع الاول من الدوري مش تبدأ حتى تدي نفسك كنادي فرصة تشوف مين هيتحرك مين انت في اعتماد عليه اساسي مين بيقدم عاك تقدر ترفع له عقده ولكن لا طيب اه هنا بقى الخبر ده ركز معاه في الحتة دي ده تقريبا ده ترفع له عقده وانا عقدي طب انا باخد قليل انا باخد كتير انا باخد شوية يا جماعة برضو نفس الفكرة المهم ان يحصل لازم جدل في حاجة تخص عقود النادي الاعلي ولعبين النادي الاعلي بس دايما وابدا كده هتلاقي فيه استقرار فني للنادي الاعلي هتلاقي الاعلام بالصورة اللي احنا جايبينها دي من اول اسبوع بنشتغل بالقصة دي قلتلكم اتنين واربع كافتن محمد فاروق تقريبا يوم السبت كان بيتكلم في فيديو بس الفيديو ده مش هاينفع ناخده بالزار لان بجد الفيديو ده محتاج ان هو يتحول للنيابة يعني نشوف الفيديو ونرجع نعقب نبتدي ببرونو صافيو بقى تلات سببك ايه السبب انك تديره تلات ان ده لعب برازيلي مفروض دي بقى اعلى من كل اللعب اللي موجودة دي سواء عندنا او عندهم فلما يبان بالشكل ده لأ ده انت برازيلي انت شايفه يعني مش جيد اعمل حاجة زي كينو مثلا كده خد واحدة طول المطر ما حصلش النهاردة لا حصلش المسة اللي هو بقى عمالهم تقطعوا يا فروح احنا بقولك تلاتة لانه مفروض يبقى مميز انت لعب برازيلي وانت عارف بقى اللعب برازيلي اتنطط عقورة يغير اتجاهاته يبقى ارد فانا انت شفت ارد النهاردة طيب كلش موزب لا 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 خالص طب هنفترض ان احنا ناخد كلام الكابتن رضا عبدالعال فعلا بحسنية وان الراجل بيكلم ارد في القورة يقولك وات جن مصور كده في الملعب خاصة ان تسلسل كلامه بيقول ان ده اللعب البرازيلي المفترض يكون عنده المهارة عالية المفترض 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 وان كان الكابتن رضا عبدالعال من اكتر محللين اللي بيطلعوا في الفضائيات يتنمر على كل لعبي الدوري المصري مش فقط النادي الاهلي فقط ومدربين وجماهير اي حد التنمر عند كابتن رضا عبدالعال غاية ووسيلة في نفس الوقت لكن الكابتن محمد فاروق هو بيسألك اعتبره يا اخ كان بيسألك بحسنية ان اللعيب جن مصور في الملعب اللعيب بياخدوا الكورة لا رقص ولا نطق ولا بيين لمهارات برازلية المفترض يكون ارد في الملعب تؤمن ترايح للمعنى السيء للكلام فتؤكد ان الكلام طالع من سنائي بيقصدوا الاهانة للاعب في صوف النادي الاهلي والموضوع ده بيتقرر اكتر من مرة وهنا مش هقدر بيقول انا اسف او نهزر او نقول ده حسن الناية لان ده اساءة ادب ملاش معنى تاني من الكابتن ضد لاعب في النادي الاهلي وفي اي مكان المفترض هذا السنائي يتم اقافه او يتم عقابه لان ما ينفعش يتقال انت شفت مص في الملعب يا جماعة الموضوع ده يعني عنصري ملوش مكان اصلا في كرة القدم الناس في عالم كرة القدم كله بيحربوا هذه العنصرية احنا اللي المفترض شعبنا اصلا المفترض يبتعد عن فكرة العنصرية دي لا احنا جايين بنرساقها وبنطلع نارضها على الشاشة فموضوع صعب جدا وما ينفعش يتقال بحوص منها واللي ينفع فقط لغير او اقالي شيء ان الكابتن محمد فروق يطلع يعتذر يطلع يقول انا اسف انا غلط ما يصحش ان انا يطلع مني كده انا على الشاشة والمفترض بيشوفني عدد من الجماهير اي ان كان عددهم لكن ان الكلام يكون بالسهل كده وسهولة تنمر ولا ما شوفتش حد بيأكل موز يعني رايحين لسكة صعبة جدا وبرضه بنقول من اول الموز مش هنسمح بده وهنقف عند كل خبر وهنقف عند كل الموضوع وبالتاريخه باليوم يا اما السادة الزملاء يترجوا عن السياسة اللي بينتهجوها مع الناد الاهلي يا اما احنا هنفضل مساعدين كده طول الوقت هي ليست فقط اساءة ادب انما هي اساءة اخلاق واساءة للمهنية واساءة للمكان اللي انت قاعد فيه وان كنت انت بتبحث انك تصنع مشاهداتك عن طريق هذه الاساءات فسيء لأي حد وان كان مرفوض اصلا الاساء لأي حد بس بعيدا عن النادي الاهلي النادي الاهلي عنده جمهوره الكبير قوي عنده ادارته الكبيرة قوي عنده لعبين محترفين لهم قيمة ولا يمكن ان يعامله بهذا الشكل اللي يتم فيه الاساءة بالمصطلحات العنصرية اللي انا عايز اقولك يا اخي انت تحترم نفسك ازاي لما تلاقي نقل خبر عنك ولا تصريح عنك في صحف اجنبية ان دي طريق تعبيرك او وصفك للعب ان هو اداء سيء لانه كالموز او ما كالش موز ده شيء يعني قميء شيء غير انساني بالمرة شيء غير مهني بالمرة واحساسي ان انت لو تدرك مصيبة وان انت لا تدرك اصلا ان ده شيء خطأ فيبقى انت غير موهل للمكان اللي انت قاعد فيه بالمرة لان انت مش عارف ابسط اكواد ومعايير العمل الاعلامي اللي يمكن ان يقالك مصطلح واللي لا يمكن يتقال وان كان مش اعلامي بس ده انساني على المصطلح انساني لما شفنا جونيور في ريال مدريد تم التنمر عليه بطريقة احتفاله انه هو احتفال ده يليجب كذا او يشبه كذا لا كان واقفة كبيرة جدا من كل الصحف وتضامن ونبز لهذا المصطلح العنصري وطلع الناس قالوا احنا ما كانش قصدنا هذا المفهوم او ما كانش كذا وكان اعتذار غير مقبول من المرة واكدت ادوات ريال مدريد ان هذا التصريح او هذا الاعتذار غير مقبول فانت بالتالي بالنسبة لنا احنا غير مقبول ولكن انا عايز احطك انت كمحمد فاروق في حاجة لان انت كل شوية يجي يا اسامة يكتب ايه النادي الاهلي بالتوفيق للنادي الاهلي النادي الاهلي العظيم النادي الاهلي الكبير هو النادي الاهلي عظيم غصب عن اي حد النادي الاهلي كبير غصب عن اي حد مش بالعطية ده بتاريخه انما لما انت تيجي يا سيدي انا مش عايزك تشيط بيا انا عايزك تبطل اساقتك ليا وتبطل ازاءك ليا لان ده نعم الازاء شوف انت رصيدك عند جمهور النادي الاهلي اصبح صفر شوف تعليقات جمهور النادي الاهلي على كتابك دي على كتاباتك دي وانت هتعرف موقعك من جمهور النادي الاهلي ايه لانك طول الوقت اداه اداه لضرب النادي الاهلي على الجانب الاخر حد عايزكوا تسمعوه وتسمعوه كان بيتكلم عن ايه عن برونو سفيو طبيعي لعب في البداية عشان هتكلم في شقة مهمة جدا فنيا وشقة ليه علاقة بالمقنب اللي بيعمله محمد فاروق نطلع ونسمع لعجبني كتير في فرقة الاهلي وانا قاسف ان هتكلم عن الاهلي اكتر شوية انه الرتم عالي السرعات زايدة الانتشار كويس جدا في الملعب ودي من اساسيات الفرقة الكبيرة اللي تخليك تأدي بشكل كويس لو هتلاحظ على الجول هتلاقي قبل الجول 14 نقلة مظبوط 14 نقلة صحيحة دي ما تجيش غير بانتشار كويس لو تعادوا ال14 نقلة هتلاقي كل باصة بتطلع من قفشة الهنل ده الهنل اكرم وبترجع طلعين بانتشار كويس فالانتشار اللي جبالك من اوله الانتشار نعم اساس انك تشايف زميلك ويبصيله فالجمهور بقت سهلة جدا واكتر تحرك ممتع فيه بعدل تسفيه عشان يستلم ويباصل كريم نعم لكن تقدر عند المدربين بشكل كويس نعم الفايتج اللي عنده والاسرار انه يعمل التاكلينج بالشكل ده التاكلينج ده مش هيا حد يعمله نعم اللي هو بيتجيب فيه كورة من الغرف غير فاول بيتضون فاول تحرك الرائع بتاع شادي حاجة انت رهنت على شادي انا رهنت مراهن عليه بعد السنتين لكن هو ما شاء الله تحرك انها اخذت خطوطين لتحت فتخلك جون مفتول خلاص لا انت لما تيجي تعلق تقولها ده جون سا اي حد يجيبه انا واخد جون الاسبوع لا يقولك اي اي حد يجيب الكورة دي ما الجون فادي لا الجون فادي اي حد او تسعين في المية من الفراو ده بيروح ورا المدافر هيفضل واقف كابتن ضياء السيد متجرد يعني ايه متجرد الراجل طالع راجل كان مدرب في منتخب مصر راجل عنده سي فيه يخشى عليه راجل عنده اصلا في الحياة ما يخشى عليه ان هو طالع بيتكلم بيدي لعيب حقه لعب زي سافيه عارف ان هو في البداية بيقولك لا هو اللي راح بيقولك بص على دوره عمل ايه وعدلته في الاستلام وازاي طلع الكرة زي قال كريم فؤاد وبيديك فكرة انه طبيعي ده تقييم مناسب لبداية فريق في الدوري على الجانب الاخر هنا اللي عايز اقوله ماهي العين بتشوف اللي جوه واللسان بيطلع اللي جوه اللي اتنين العين بتشوف اللي جوه هو اللي بيوجعك هتشوف ايه هتشوف الكويس هتشوف الوحش واللسان بيطلع اللي جوه كابتن ضياء السيد وانا هروح مباشرة هو تربطه علاقات اسرية وعلاقات عقلية بكابتن هناء حمزة وانت في قضية معروفة جدا ومصارى وخلاف ما بين الاهلي وما بينها كابتن ضياء السيد بكل تجرد كان من ايام في لقاء اعلامي الراجل اتكلم لما تسأل عن علاقته بالنادي الاهلي قال النادي الاهلي بيته اتكلم عن مجلس ادارة النادي الاهلي اتكلم عن تاريخ رموز النادي الاهلي اللي موجودين سواء في الادارة اداريا او هم موجودين كلعبين لما اتكلم على حتة ودي رسالة لكابتن محمد فاروق ان هو برا النادي الاهلي وبيجي مدربين مساعدين وما بيكونش موجود الراجل قال الاهلي اداني كتير هو انا لسه ما خدتش من النادي الاهلي ما انا خدت من النادي الاهلي خدت شهرة وخدت اسم اتجوست بسبب النادي الاهلي طبعا كان سبب بعد ربنا عز وجل اتجوست ركبت عربية اشتغلت مدربين لما بطلب في حتة وبيتقال ده كابتن ضياء السيد بتاع النادي الاهلي هو خايف على الربط ده كابتن ضياء السيد بتاع النادي الأهلي هي دي وعشان كده فيه فرق جدا ما بين اللي حيحافظ على ده وما بين اللي مش فارق ده لاعتبارات شخصية تانية والاعتبارات بقت مفهومة جدا للجمهور وأجندة واضحة بس بنبين الفرق ما بين النموذج ده وفرق ما بين النموذج ده